السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام عبر التيك توك وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا إلى الجزء الرابع وثلاثين الجزء الرابع وثلاثون بعنوان الصلاة يقول الكاتب ومن الاستخفاف بالمسؤولية ترك الصلاة وهي عماد الدين وهي الحد بين الكفر والإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم في كتب الإيمان رقم 82 فمن أقر بوجوبها وامتنعا من أدائها يستثاب ثلاثا فإن تاب تاب الله عليه ومن تماد في الامتناع عن أدائها قتل حدا لا كفرا خلاف من أنكر وجوبها فإنه يقتل حدا وكفرا ونعوذ بالله من المتمردين على الدين والبعيدين عن الخير والذين نسوا الله فأنساهم وأنفسهم وما أكثرهم كفروا بأنعم الله وأعرضوا عن أوامره وصاحبنا ولله الحمد بعيد كل البعد عن هذه المحضورات مترفع عنها يحب الخير لجميع ويساعد الضعيف ويخلص في العمل ويحسن التصرف مع جميع الناس خصوصا مع أهله وفي الحديث خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه البيهقي في السنون الكبرى والطبري في تهديب الآثار والترميدي في الجامع بشد صحيح وخياركم أحسنكم أخلاقا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بـ 1968 انتهى الجزء الرابع وثلاثون نلتقي بكم في الجزء الخامسي وثلاثين بعنوان الرشوة سألتكم الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته